الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد ففي درس جديد نتدارس فيه عددا من الأحاديث التي وردت في كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولعلنا نقرأ عددا من هذه الأحاديث الحمد لله رب العالمين وأصليه وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصر فقال إنما جعل الإمام ليؤتما به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قول المؤلف رحمه الله تعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه وذلك أنه ركب على فرسه فسقط منه فأثر ذلك على رجله فلم يتمكن من الذهاب إلى المسجد ففي هذا فضل عيادة المريض ومشروعية زيارة من له ولاية وإمامة عامة عند مرضه كما زار الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وفي الحديث أن المريض العاجز عن الذهاب إلى المسجد فإنه يجوز له أن يصلي في بيته مادام شاكيا يؤثر عليه الذهاب إلى المسجد وقد عنون البخاري في باب فقال إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة وفي الحديث أن العاجز عن الصلاة قائمة يصلي قاعدا وفي الحديث الإشارة من الإمام لمن خلفه في الصلاة لينبههم إلى أمر من أمور الصلاة كما أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يجلسوا وفي الحديث التنبيه بعد الصلاة لما يلحظه الإمام على المأمومين في فعلهم أثناء الصلاة وفي الحديث اقتداء المأموم بالإمام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى به في أمور الصلاة وفي هذا دلال على وجوب أن يتابع المأموم الإمام في صلاته وبالتالي لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في الصلاة ولا يجوز له أيضا أن يتخلف عن إمامه بحيث يكون بينه وبينه أكثر من ركن واستدل بقوله جعل الإمام ليؤتم به لوجوب متابعة المأموم للإمام في أمر صلاته فأما بالنسبة لنوع الصلاة فجماهر أهل العلم يشترطون أن تكون صلاة المأموم هي صلاة إمامه من جهة نوعها ومن ثم يمنعون أن يصلي مأموم صلاة العصر خلف إمام يصلي صلاة الظهر وهذا عليه جمهور أهل العلم وهم اذهبوا على إمة الثلاثة وستدلوا بظاهر هذا الخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به وبعض أهل العلم قال لا بد أن تكون صلاة الإمام تماثل صلاة المأموم في الفرضية والنفل وهذا لا يظهر لورود حديث معاذ إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يعود إلى قومه فيصلي بهم فصلاته نافلة وصلات من خلفه فريضة ولكنهم جميعا ينوون صلاة واحدة هي صلاة العشاء وقوله فإذا ركع فاركعوا فيه وجوب الركوع على المأمومين وفيه أن ركوع المأموم لا بد أن يكون بعد ركوع الإمام لأن الفاء تفيد التعقيب وبالتالي لا يجوز للمأموم أن يوافق الإمام أثناء فعله لأركان الصلاة وقوله وإذا رفع فارفعوا فيه أنه يحرم على المأموم أن يوافق الإمام فالرفع أو أن يسبقه بل لا بد أن يكون بعده لأن الفاء تفيد التعقيب وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز التأخر عن الإمام بحيث يكون بين المأموم والإمام أكثر من ركن لأن الفاء تفيد تعقيبا فلا بد من إتيانه بعد إتيان إمامه بالفعل وفي هذا الحديث دلالة على وجوب الرفع من الركوع في الصلاة وقوله هنا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يعني إذا صلى الإمام جالسا لعله فإنكم تصلون جلوسا وفي هذا عدد من المسائل منها أن الرخصة إنما هي في إمام ترك القيام أما المصلي الذي يترك السجود فهذا لا يصح أن يجعل إماما لأن الأصل أن الإمام يأتي بأركان الصلاة ومنها السجود والجلوس وأن المأموم يتابعه فإذا كان الإمام لا يستطيع السجود لم يصح لمن كان مستطيعا للسجود أن يصلي خلفه وبالتالي يقدم غيره في الإمامة ومن مسائل هذا اللفظ أن الإمام الذي يصلي جالسا لكنه يسجد هل يصلي من خلفه جلوسا أو لا فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإمام إذا جلس لا يكون سببا في الرخصة للمأمومين أن يصلوا جلوسا بل يجب أن يصلوا قياما وهذا هو المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي سدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج إلى الناس وأبو بكر يصلي بهم فجلس بجوار أبي بكر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما جالسا وأبو بكر صلى بجواره قائما والناس يقتدون بصلاته قالوا فهذه حادثة متأخرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فتدل على نسخ ما تقدم من الأحاديث التي فيها أمر من صلى خلف إمام جالس أن يجلس وذهب الإمام أحمد إلى أن الإمام إذا صلى جالسا فإن من خلفه يصلون جلوسا وقال بأن هذا لا يكون إلا لإمام راتب وقال بأن هذا لا يكون إلا لمن ابتدأ صلاته جالسا أما لو ابتدأ الإمام صلاته قائما ثم عرضت له علة فجلس فإن المأمومين يتمون صلاتهم قياما وحمل حديثا صلاة أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ما لو جلس في أثناء صلاته قال فإن أبا بكر ابتدأ الصلاة إماما قائما وبالتالي كأن الإمام هنا طرأ عليه الجلوس وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين من حديث جماعة من الصحابة وقاعدة الأصول في هذا الباب أنه إذا أمكن جمع الحديثين بحمل أحد الحديثين على محل وحمل الآخر على محل آخر فإنه أولى من القول بالأخذ بالمتأخر مع اعتباره ناسخا للمتقدم كما يقرره علماء الأصول رسال الله إليكم قال رحمه الله عن إبرا بن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قاموا قياما حتى يروه ساجدا فلم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ويضع جبهته على الأرض ثم نقع سجودا بعده في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مشروعية الرفع بعد الركوع وفيه أن الإمام إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده قد استدل بعضهم بهذا الحديث على أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ولكن هذا القول مرجوح وهو خلاف قول جماهير أهل العلم قد جاء في الصحيح وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد وقوله سمع الله لمن حمده لها تأويلان وتفسيران أولهما أن المراد أن الله جل وعلا يستجيب دعاءه والثاني أن الله يسمع حمده فيثيبه على ذلك الحمد وفي الحديث طول القيام في الرفع من الركوع وفي الحديث أن المأمومين لا يسجدون حتى يخر الإمام على الأرض ففيه بيان متى يسجد من خلف الإمام وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الساجد يضع جبهته على الأرض لأنه قد أمر بالسجود على الأعضاء السبعة وفي هذا الحديث أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم الأول من قيام ولذا كان يقع ساجدا وفي هذا الحديث أن المأمومين يتماثلون في وقت اقتدائهم بإمامهم حسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار قوله أما يخشى أي أنه يحذر من يرفع رأسه قبل الإمام من أن يكون له هذا الحال وجمهر للعلم على أن الحديث على ظاهره في ذلك تذكير بقدرة الله جل وعلا وآخرون قالوا بأن المراد به أن يكون بليدا كما هو شأن الحمارة وفي هذا الحديث تحريم رفع المأموم لرأسه قبل الإمام وبيانوا أن ذلك من الأفعال المحرمة التي ياثم عليها صاحبها وفي الحديث أيضا النفرة من التشبيه بالحيوانات التي لا يرتضيها الناس أحسن الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما في مسجد قباء وكان أكثرهم قرآنا فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيع رضي الله عنهم قوله هنا لما قدم المهاجرون الأولون العصبة يعني أنهم وصلوا إلى هذا المكان وهو من مواطن قباء بجوار المدينة وكان قدوم المهاجرين قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا سبق من سبق في الهجرة وفي الحديث فضل سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان يوم الناس في مسجد قباء لكونه كان أكثرهم قرآن وفي هذا جواز تقدم المملوك للإمامة وفي هذا أيضا صلاحية المملوك لأن يقوم بشيء من الأعمال العامة في الحديث فضل مسجد قباء فهو أول مسجد تقام فيه الصلاة وقوله هنا فيهم أبو بكر يعني بعد الهجرة وإلا فإن من المعلوم أن أبا بكر إنما هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن إمامة سالم له بعد الهجرة لأن سالما استمر في إمامة مسجد قباء وقوله وأبو سلم أبو سلم من من هاجر إلى الحبشة ثم قدم إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وأنه سجد فيها سجد أهل مكة معه ووصل إليهم الخبر في الحبشة أن أهل مكة أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولذا عاد بعض المهاجرين إلى مكة حسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة قوله اسمعوا أي استجيبوا للأوامر التي يصدرها صاحب الولاية وهكذا قوله أطيعوا أي امتثلوا ما يأمركم به ففي هذا وجوب السمع والطاعة للإمام قد قيدت النصوص ذلك بأن لا يكون قد أمر بمعصية فإذا أمر بمعصية لم يطع في تلك المعصية ووجب الطاعته في غيرها وقوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي المراد به لو جعل له ولاية خاصة وإمامة خاصة في هذا دلال على صحة إمامته وعلى أنه قد يتولى أمرا عاما بإذن مماليكه وقوله كأن رأسه زبيبة لأن الزبيب السوداء ويكون لها شكل متعرج فهكذا لو كان شكل رأس هذا الذي تقلد الولاية لوجب الطاعته ولم يجز مخالفته حسن الله إليكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم قوله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم أي أن الأئمة الذين يتقلدون الإمامة يصلون للناس والناس يقتدون بهم وفي هذا أن الإنسان لا يتعدى ولاية الإمام ويحترم العمل المناطى بالإمامة وفي هذا أيضا أنه يتابع الماموم الإمامة فيما شرع له في صلاته قوله فإن أصابوا فلكم يعني أصابوا السنة وأصابوا الوقت وأدوا الصلاة على طريقتها الشرعية فلكم يعني إمامتهم لكم تكون إمامة يثبت بها الأجر لكم قوله وإن أخطأ وإيخالفوا السنة في فعل الصلاة فالصلاة كم صحيحة وتوجرون عليها فتكون الصلاة لكم ولا تكون لهم وإنما تكون عليهم لعدم إتيانهم لما شرع للصلاة أحسن الله إليكم قال عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عام ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاجتن بإساءتهم قوله هنا دخل يعني عبيد الله بن عدي بن الخيار على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور وذلك أنه في سنة خمس وثلاثين قدم بعض البغاة الذين كان لهم شيء من شبهة لم يكونوا متأملين ما فيها فحاصروا عثمان في قلعة أو في بيته وأمر الناس أن يضعوا السلاح وأن لا يقاتل هؤلاء البغاة فجاء عبيد الله فقال إنك إمام عامة أي أنت الخليفة الأكبر وبالتالي فأنت إمام للجميع ولكن أنت لا تستطيع الخروج من منزلك لهذا الحصر وبالتالي المسجد يصلي به إمام فتنة لأنهم من البغاة الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه ونتحرج أي نخشى من الإثم بصلاتنا خلف إمام الفتنة فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس ويركنون الوثيق من أركان الإسلام قال فإذا أحسن الناس بأن أدوا الصلاة على وجهها فأحسن معهم بإتيانك بالصلاة على الوفق الشرعي وإذا أساءوا يعني إذا أساء لإمه في صلاتهم فاجتن بإساءاتهم ولساء المراد بها المخالفة للسنة فاجتن بإساءاتهم أي لا تفعل مثلهم في طريقة أداء الصلاة أثابكم الله قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جابر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي بهم الصلاة قال وأقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فصل العشاء فقرأ بصورة البقرة أو النساء فتجوز الرجل فصل صلاة خفيفة فانطلق الرجل فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل وبلغه أن معاذ نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو فات ثلاث مرار وأمره بصورتين من أوسط المفصل فقال فلولا صليت بي سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحوها فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة قوله إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة تفيد استمراره ومداومته على الصلاة مما يدل على مشروعية أن يصلي الإنسان مع الجماعة وأن يحافظ عليها قال ثم يرجع يعني أن عثمان يرجع إلى مسجد قومه فيأمه قومه هذا معاذ بن جبل قال فيصلي بهم إماما الصلاة في هذا دلال على جواز إعادة صلاة العشاء سواء كان ذلك لخلل في الأولى أو لمحاولة إدراك فضيلة مثل ما ذكر هنا قال وفيه دلال على أنه كان يصلي صلاة العشاء نافلة وهم يصلون صلاة العشاء فريضة فدل هذا على أنه متى توافق نوع الصلاة بين الإمام والمأموم ولكن اختلفت نية الفرضية والنفل جاز الاقتداء هنا ويدل عليه ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يصلي بعدما صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يعني يصلي معه جماعة وقال وأقبل رجل بناضحين يعني ببعيرين يستخدمان في استخراج المياه من البير للسقيا وقد جنح الليل أي أن الدنيا أظلمت وفوافق ذلك الرجل معادا يصلي صلاة العشاء فترك ناضحه يعني جمله وأقبل إلى معاد يصلي معه فصلى العشاء لكن معادا أطال القراءة فقرأ بسورة البقرة أو بسورة النساء فحينئذ خشي الرجل من أن تتلف نواضحه فإن الناضحة يعلق فيه شيء من السيور ومذلك من أجل يخراج الماء من البير وبالتالي إذا ترك المدة الطويلة قد يفسد ما يعدونه من خيوط وحبال وسيور ونحوها وحينئذ لما رأى الرجل طول صلاة معاد تجوز نواء الانفراد ليكمل صلاته وحده وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقلنا بأنه إذا خشي الإنسان على نفسه تلف أو خشي ضياع مال جاز له أن ينوي الانفراد عن إمامه وأن يتجوز في صلاته وقوله فانطلق الرجل أي خرج من المسجد وانصرف منه بعد أن أكمل صلاة العشاء فبلغ معاذ أي أن معاذ أخبر بما كان من هذا الرجل فقال معاذ مستنكرا عليه كونه ترك الجماعة إنه منافق لم تكن الصلاة ثقيلة عليه إلا لنفاقه فتناقل الناس هذه الكلمة حتى وصلت ذلك الرجل وبلغه أن معاذ رضي الله عنه تكلم فيه وقدح فيه ووصفه بالنفاق هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذ فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا أي نشتغل في الزراعة ونعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا أي أننا نستخرج الماء من الآبار بهذه الإبل التي لدينا وإن معاذا صلى بنا البارحة يعني صلاة العشاء فقرأ البقرة قال الرجل فتجوزت يعني نويت الانفراد وأكملتها خفيفة خشية على إن واضح فقال فزعم معاذ أني منافق لكوني تركت صلاة الجماعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو قال أفاتن أنت وفي هذا أن تصعيب العمل بالشرع للناس فيه شيء من فتن الناس وجعلهم يدبرون عن الإقدام على الطاعات وفي هذا الأمر بالتخفيف على الناس في الصلاة قال وأمره بسورتين من أوسط المفصل يعني تقرأ في صلاة العشاء لألا يشق على الناس فقال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى في هذا الحديث دلال على جواز شكوى المأموم الإمام وتقديم شكواه إلى صاحب الولاية فهذا الرجل جاء يشتكي إمامه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن من كان له حاجة وهو في المسجد جاز له أن يخرج منه بل من كان يخشى على ماله التلف فإنه يجوز له نية الانفراد عن الجماعة وإتمامها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت ثلاثا وأمره بسورتين من أوسط المفصل فقال فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى يعني سورة الأعلى وسبح بمعنى نزه والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها ونحوها قال فإنه يعني العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذا بالتخفيف أنه يصلي وراه الكبير أي كبير السن الذي يعجز عن الصلاة الطويلة ويصلي الضعيف ويصلد الحاجة الذي اجتاز ومر في المسجد وبالتالي أوصاه أن يخفف في صلاته قوله هنا إذا صلى أحدكم للناس فليخف في مشروعية التخفيف في صلاة الجماعة والإمام لا يطول القراءة خشة أن يشق على من وراه وفيه مراعاة الإمام لحال من يكون معه فيقتدي بأضعفهم ويلاحظه في صلاته وفي الحديث جواز أن يطول الإنسان في صلاته في الليل وأنه لا حرج عليه في ذلك أثابكم الله قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على إكمال الصلاة مع اختصارها بأقل قدر مجزء بحيث يجتنب ما يشرع تكميله وتتميمه في أثناء الصلاة في هذا الدلال على جواز الإيجاز في الصلاة مع إكمالها بارك الله فيكم وفقكم لكل خير أسعدكم في دنياكم وأخراكم رفع الله درجاتكم كما سأل الله جل وعلا أن يصلح ذراريكم وأبناكم وقراباتكم وأن يجمعكم معهم في جنان الخلد وسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لما يحب ويرضى وأن يظهر فيهم الخير والصلاح والعلم والفضل كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وليجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين محمد محمد